اجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وخلال الاتصال عبر سعادة وزير الخارجية عن تهنيه لسيد بلينكن على توليه منصب وزير الخارجية مشيدا بما يتمتع به معاليه من خبرة عالية تؤهله لقيادة الدبلوماسية الأمريكية في الفترة الحالية والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والقضايا الدولية معربا عن تطلعه للعمل مع معاليه سويا لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة مؤكدا استعداد اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين لأكثر من 120 عاما ونوه وزير الخارجية بمتانة العلاقات البحرينية الأمريكية التي تمثل شراكة فريدة مبنية على القيم والأهداف المشتركة والتفاهم المتبادل مشيدا بما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات مقدرا الجهود الطيبة التي تبدلها الجالية الأمريكية المقيمة في مملكة البحرين لتعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات وأثناء الدكتور عبداللطيف الزياني على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الولايات المتحدة لحماية أمن واستقرار المنطقة مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط في حاجة إلى التعايش والتسامح لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم والنماء والازدهار لخير وصالح شعوبها معربا عن تمنياته لمعالي الوزير بالنجاح والتوفيق في قيادة الدبلوماسية الأمريكية وتحقيق أهدافها السياسية المنشودة من جانبه أعرب معالي السيد أنتوني بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي الراسخ مع مملكة البحرين مؤكدا حرص الإدارة الأمريكية على توطيد تلك العلاقات والدفع بها إلى مستويات أشمل بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وأكد معالي وزير الخارجية الأمريكي تقديره للسياسة التي تنتهجها المملكة وترتكز على تحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحقيق الاستقرار والازدهار من خلال الترابط والتعايش بين الشعوب مشيدا بما تحقيقه مملكة البحرين من نجاح متواصل في مجال مكافحة الإجار بالأشخاص ومنوها بما تقوم به المملكة من جهود لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ودعوة السفارة الأمريكية ومكاتب الأمم المتحدة المتواجدة في البحرين للمساهمة في تلك الجهود وقال إن مملكة البحرين تعد شريكا وحليفا مهما للولايات المتحدة منذ عقود عديدة معربا عن التقدير لاستضافة مملكة البحرين لقيادة القوات البحرية المركزية ودورها البارز في دعم ومساندة الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتمويله مشيرا إلى أهمية انعقاد الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين في ديسمبر 2020 باعتباره فرصة مهمة لتحقيق المزيد من التعاون الثنائي وترسيخ علاقات الصداقة والشراكة في مختلف المجالات وأضف أن أمام البلدين فرصا عديدة لتعميق تعاونهم المشترك معربا عن دعم الولايات المتحدة لإعلان تأييد السلام واتفاقي مبادئ إبراهيم الذين يعكسان الرغبة في التعايش والترابط وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دعم هذه الجهود معربا عن التقدير لدعم مملكة البحرين للجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن وجرى خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات المهمة من بينها تعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والجهود الدولية التي تبذل معالجة مخاطر الملف النووي الإيراني ومكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر